اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار اضافا لمتحدث الرسميا ان الاجتماع تناول ايضا التطورات في ملفات قطع الصحة ومن ضمنها تطوير معهد ناصر ومشروع انشاء المعامل المركزية بمدينة بدرة وتطوير مركز اورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيا ليصبح مركز تميز اقليمي فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل كما تطرق الاجتماع الى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص شهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعة الادوية والمستلزمات الطبية خاصة مع الازمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الامداد كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على اخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومبادرات القضاء على قوائم الانتظار بالاضافة الى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية ترجمة نانسي قنقر